تحياتي احرار العالم. سلام عليكم. يا رب تكونوا بخير. هذا الفيديو كتير مهم. اخيرا هاحكي كواليس الاتصال بيني وبين حفيز دراجي. ما هو كواليس. انا كل الاتصالات بعملها بحياتي الى كواليس. وطبعا ما لي مضطرة احكي كواليس الا اذا كنت انا بدي احكيها. انا هلا احكيها. لحتى ارجيكم من هو الذي سرب المكالمة. هل تعلموا من هو الذي سرب المكالمة? طبعا حفيز دراجي. هو حفيز دراجي نفسه. هتقولولي كيف? هقلكون كيف? خليكم معي لا تروحوا. الموضوع جدا 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 مهم. لما انا اتصلت بحفيز دراجي عندما كتبت تغريدة الاخيرة. على اساس انا او البوست الاخير في في الفيسبوك. لما قال انا بعتذر من الشعب السوري. لا ما بقصده وكزا. فالعالم على اساس صدقته. انه لا اعتذر. تمام? ونحن شعب طيب احيانا هيك نتاخذ العواطف. فاتصلت معه اتصال ودي بدون تسجيل. لانه انا بسجل مكان ما لي خايفة. هقلكون شلون صارت القصة. اللي صار انه هو رد علي وهو عنده آلية لهذا اللي عرفته أنا. تقصة يا حفيز. جول. جول بالصميم. هكقلكن هلأ المفاجأة الكبيرة. حفيز زراجي لما هو بيردع تليفوناته كونه معلق رياضي فخم وعنده امكانيات فخمة أنا ما عنديها بصراحة. شو صار؟ عنده تلقائية التسجيل الموجودة في هاتفه. موجودة بهاتفه يعني انت بتردع تليفون ألو بتسجل كل مكالمة بدون ما تكبز حتى تزييد سجل هو المكالمة انا شو قلت له انا من القصر الجمهوري فهو المكالمة كله مسجله بهاتفه هو انا ما سجلته ليش ما سجلته لانه ما يناوي انشرة اساسا لان شلون بدي انا سجل شغلي وانا ما نشرته والعالم نشروه وانا لحد الان ما نشرته ابدا بصفحاتي وباليوتيوب هلا اللي صار هو لانه تسكر الخط بعد ما انتهت المكالمة وبعد ما اجتو الجمدة بالاخير اطلو موعب عليك وكذا 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 شو اللي صار هلا هو ممكن ما عرف مين هاي لك مين هاي اللي حكيت معه يعني انا تلو عفيد تلو ميسون بير ادار بالاخير شو اللي صار السيناريو اللي صار هلا بقلكن ليش هذا الموضوع عم بحكي لكم ياه لانه ربط ما بين اتصال هذا شو كان اسمه بين سديرا فيني واللي صار ياللي صار انه هو كونه هو على علاقة مع نزام الاسد لما واحد بتقل له انا من القصر الجمهوري شو لازم يعمل هيبعت الاتصال لحده من القصر الجمهوري لحده من النزام الاسد اللي هو على علاقة معن وهو ما نكر هذا الشي يعني هو اكيد يعني ما عنده مشكلة ابدا هيبعتوا يقولوا مين هاي اللي حكيت معي قالت من القصر الجمهوري بعدين حكيت هيك هذا انا عملكون التحليل تبعي ماشي انا تفاجأت لما نزل الاتصال لعنا ما بتبعتلك شو عملي بحفيز دراجي يوح انا كنت ناوي اطلع اعمل فيديو قول احكي بصوتي يعني انا هيك 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 صار مدل وقت حكيت مع جمال ريان بالويتس اب وقل له مكالمات مسجلي عندي وانا ما طلعت نشرتها للمكالمات لانه اساسا ان هي ويتس اب كان هو مسجلي اياها مسجلي يعني حكيت معه لجمال ريان انت بدعم ايران وكذا وسجلي فويزات وطلعت حكيت بدون ما حتى ذيع صوته اما هون موضوع حفيز دراجي انا هلكون شو صار بعد ما انتشر الاتصال بكل وسائل التواصل يعني نفس اليوم اللي انا حكيت معه يعني بعد ما في ممكن اقل ساعتين كان منشور بكل الدنيا بكل الدنيا ما عادة عندي انا ما انا ما قربت عليه ولا نشرته ليش لاني انا اساسا ما عنديها هي الشغلة اللي ما قاله حفيز دراجي ليش ما قاله لانه لما ارسل الاتصال للنظام السوري النظام السوري هو اللي سرب للمكالمة ليش هذا هذا التفسير المنطقي طبعا قالوا له اكيد هاي ميسون برقدار وعطوه رقمي هو ما كان معه رقمي هو لما انا حكيت معه انا باتصل ببرنامج موجود عندي بالتليفون ما بيطلع رقمي انا عند المتصل ابدا هذا البرنامج هيك هيك الميزة تبعوه تمام وانا ما عندي ميزة التسجيل للمباشر بتليفون ما عندي اياها لانه انا الميموري كارت عندي ما بتتحمل هذا الموضوع فبعد ما انتشر الفيديو كالنار في الهشيم في كل الدنيا ما عادة ما عادة منصاتي وصارت انا اتفاجئ لك انا انا كنت متفاجئة عن جدش له نزل الاتصال اللي صار اتصل فيني المدعو حفيق هذا شو اسمه بن سديرا تقريبا بعد نشر الاتصال بكل الدنيا حوالي ممكن 3 ساعات 4 ساعات تصل فيني شخص انا معارض جزائري من رقم طبعا بهذا شو اسمه بريطانيا بلندن هذا اول اتصال بيجيني بعد ما حفيز دراجي ارسل رقمي لبن سديرا ليش ارسله لانه لما شاف حفيز دراجي وانا اتحداك يا حفيز دراجي تقول لمين بعدته للاتصال لانه 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 ل وانت اللي سجلت وانا ما سجلت وهي شغلة كتير مهمة انا لما كنت نزل مكالماتي انا لو تعرفوا يا جماعة الخير حالكوني شغلة كتير مهمة بعدين حالجعالي منزدير لشمال. انا كل مكالماتي يلي بنزلها ومن العشر سنين الان لا لا اخجل من نفسي اني انا اذا بدي نزل مكالمة وانا لو نزلت هاي المكالمة تعرفوا لو نزلتها انا على صفحتي كنت ربحت من وراها فوق العشرة الاف يورو على قناتي. لكن انا ما عندي اياها. هو الغبي يلي ارسلها لنظام الاسد ليس يسألوا مين اي? اللي اتصلت معي. تمام? لحتى يقول له مين هاي? قام نشروا له المكالمة. وهذا نظام يعني معروف عنه نظام واطي. نظام ما ما عنده صاحب. نرجع لموضوع بنستيرف. لما هو اكل المقلب حفيز دراجي. واكل المقلب مرتب. من مين? من من هو يدعمهم. من هو ممن هو يقف معهم. ووصف الشعب السوري بانه هو من خرب بلده كرمال انه يشير رئيس. هن من عطول الخازوق طلع من احف راسه. ليش? لانه هيك النظام. هادا النظام القذر. بالاسدارة تصل فيني المسا. برافو عليك شو عملت بيا حفيز دراجي. وبرافو عليك. شو قدت له انا لا. اسمعوا روحوا اسمعوا المكالمة اللي تمت نفس اليوم نشر الاتصال. نشر الاتصال من تسريبه هو لحفيز دراجي لما بعته لنظام الاسد. لانه هذا التحليل المنطقي للموضوع. هذا التحليل. وعلى فكرة انا من ثلاثة ايام اربعة ايام بدي اعمل فيديو. بس انا فعليا ما كنت انا موجودة في البيت. انا اجبرت على ترك البيت من كتر التهديدات اللي عم تجيني واقسم بالله العظيم. كل من يهددني اسمه صار موجود عند الشرطة الالمانية. وارقامهم وخاصة الارقام اللي من فرنسا والارقام يلي من اوروبا. تمام هاي التحديد. وطبعا ارقام كتير من الجزائر. شغلة مهمة. وانا ما بتهدد انتبه. انا انساني قارات نظام الاسد ما بتهدد. وشغلة كتير مهمة. انا الحامي الله. بس انا حلى الان. اذا كان جنب بيتي. ولا ما انا وماشي بالشارع عندي. الحامي الله وفي حدا تاني كمان. الموضوع ما هو مزح. لانه لانه لن ادعكم تمسوا شعره من رأسي. ولن تدعوني اخاف منكم. لا انتو لا ادخن منكم. ولا ولا ادخن منكم. انتو من تتصلون بي وتتكلمون باسم الشعب الجزائري. انتو تتكلمون باسم جنرالاتكون العفنة. تمام? خلينا نكمل على بنزديرا. تحليلي للموضوع. لما بنزديرا اتصل فيني وانا ما كنت بعرفه. اول رقم ايجاني من رقم لندن. يقلي انا معارض جزائري. وبرافو عليك ما زح فعلتي بكذا وكذا وكذا. انتبهوا للجملة اللي قدتله اياها انا. هذا بتأكد كلامي. اه عم قال لي برافو عليك. شو عمدتله هذا تسريب? شو يعني تسريب؟ يعني بديقله اني انا ما سجلته هو اللي سربه. يعني هو حفيز دراجي. هو من سرب الاتصال عندما ارسله نظام الاسد. الله وقعك. بابابا 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 بابا بابابا واللا ميسون. فرحاني فيك وشمتاني فيك يا حفيز دراجي للعمر. يا لطيف. يا لطيف شوشمتاني فيك. لانه انت من ارسلت باتفك اللي بيسجل تلقى. يعني من أشخاص بيعرفوا المعلقين ماذا يفعلون وهذا شيء يعني أنت وقعت حالك فيه يعني أنت اللي سربت الاتصال وأنت من نشرته وما لك مسترجي تقول أنا بتعرف تركتك هالمدة هاي كلها بعدين قلت بطلع بعدين فيديو بحكي اللي صار وكل كواليس على فكرة لمعلوماتكم جمال ريان أنت بتعرفوا أنه أنا عندي اتصالات هون بصوتك بصوتك مو اتصالات تسجيلات صوتية بصوتك لما رسلتك على الواتس اوب تمام وأنا ما طلعت نشرتها طلعت حكيت عنها وكنت ناوي نفس الشيء أعملوا مع حفيز دراجي أني ما كنت متخيلة أنه الأجدب مسجل المكالمة وما كنت متخيلة أنه الأجدب رح يروح يبعد على نظام الأسد ليسألهم مين هي الحنكليش اللي حكيت معايا وقالت لي أنا من الأصر الجمهوري وتفضل لعنا يا فندم وإحنا يعني مستعدين نستقبلك راح بعد فيديو بعد اتصال مهم لنظام الأسد ونظام الأسد ما يتبقش يتم وفولة النظام الأسد ما له صاحب لا أنت ولا نظامك ولا أي نظام الدنيا له صح هذا النظام السوري نظام بده يتعربش بأي شغلة لحتى يقولوا شوفوا الناس بتحبني شوفوا أنا شو بيحبوني ومتل ما جابوا هاني شاكر هلأ يغني على أساس الشعب فاتي قاتل حاله ليشتري تذاكر أنه الدنيا بخير وسوريا بخير وما فيه شيء وكلها مؤامرة كونية على السيئ الرئيس اللي حيوان بشار الأسد حفيز دراجي ليش بعثت الاتصال لمخابرات الأسد وقعت حالك بهذا المطب أنت عن جد تغابيت الله وقعت سبحان الله وقل لميسون طبعا الله كبير تعرف ليش الله كبير لأنه أنت وقعت بشر أعمالك أنت من وقعت بشر أعمالك يا معلق يا رياضي والله العظيم لما اتصل فيني بنزديرة وأنا هارفع دعوة عليه كمان انتبهوها عندي دعوتين أول دعوة على حفيز دراجي لنشر صوتني بدون إذني مهم جدا تاني شي تاني شي على بن سديرة سجلت صوتي ونشره وعندي حملت الفيديو لا تمحي درقة شو اسبك سديرة لا تمحي لانه انا حملته للفيديو صار موجود عندي موجود عندي الجهات المعنية سجلتوا صوتي مرتين اول مرة سجلوا حفيز دراجي ونشره بدون اذني لانه هو الغبي اللي بعته لنظام الاسد ونظام الاسد تسربه العالم كله لك تخيلوا يا رعاكم الله العالم كله نشرة الاتصال من اول ما تسرب من هذا الغبي الاحمق اللي بعت ليسأل مين انا وهذا التحليل المنطقي لغباؤه لما ينتشر بكل الدنيا وانا عم ينصاتي ما انتشر ما سألته حالكم ليش ما نشرته الناس كتير سألوني ما عمل لاقي الاتصال على قناتك لاني انا اساسا ما عندي انا اساسا ما حملته بعد ما نزلوا العالم وما سجلته هذا الغباء تبع حفيز دراجي اكيد هو ما رح يطلع يقول انه هيك عمل بحاله لانه يعني بيبين اجدب كتير بعدين انه اول جذبة انه انا يعني حكيت معه وهو سجل الاتصال وهو بعته لنظام الاسد ليسأل مين هاي اللي عم تتصل معي ام وزعوا له الاتصال احد معقول حيقول هاي ما معقول والله العظيم يا جماعة الخير هذا الرجل يعني ارتكب حماقة بحق نفسه ولما حب ينتئم مني شو عمي بس بعت لي بن سديرة هاي هي كل قصة لا مبس بعت طبعا بن سديرة بن سديرة والاوباشر اللي عم يتصلوا يهددوني بالقتل وما بيعرفوا اساسا ميسون من هي المشكلة الناس اللي عم تتواصل معي هدول اللي عم يقولوا عن حاله انه هنا بمثلوا الشعب الجزائري وانه هن هذا التابعين لجنرالات قذرة قميئة وسخة فقط تشتم وترسل لي ابشع ابشع الصور الاباحية حسب تربيتهم يعني القذرة وتهديدات بالقتل طبعا قلت لكم واقسم برب العزك لن تهزوا شعره من الرأسي لن تهزوا شعره من الرأسي وقلت لكم قلت لكم انا جبرت قلت ركي البيت ثلاثة ايام بس خلص هلأ صار في عندي الامام بي الله اذا هون على الباب حدا بيقرب علي تنقام ايامتو اذا انا ماشي بالشارع في حدا معي هاي بتكون اكتر من هيك بس مشان ولي بده يقرب علي حيترحل ع بلده تمام يبدي يقرب علي وهون في قانون بابا 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 يا حافز الراجي وقول لميسون اي والله قول وقول كبير انت مفكر اني انا ما حاطلق احيال حتي لا انا تركتك هيت تتنعام وتفكر انه وتقول انه ميسون انا ما سجلت انت بغباءك نشرته وبغباءك سجلته وبغباءك بعدته لنظام الاسد لا تسأل من هذه السيدة التي ادعت انها من القصة الجمهوري بغباءك بغباءك نشروا لك يا جماعة الأسد ما عندهم ما عندهم كبير إلا الجمال جماعة الأسد هذا المجرم بشار الأسد ليقتل الشعب السوري وهجره وشرده ما عنده كبير إلا جنب الدمان الله حدا يغني ولا يطبل ولا يقول أنا بستعد زوركن لكم جايبين هاني شاكر بنص دولار التذكرة طبعوا على أساس يعني تمام بس طبعا وزارة سياحة دافعت له مئة ألف دولار لها هاني شاكر تمام بس مشان يقولوا سوريا بخير فقط لا غير وبرجع بقول للي عم يتصل فيني ويهددني أنا ما بتقدروا تهزوا شعره من راسي أنا ما بتقدروا تهزوا مبدأي و ثباتي اللي أنا صار لي دعا 10 سنين إذا ما بتعرفوا مين أنا الحمد لله رب العالمين أنا سابتي عمبدأي وما بخاف وحقلك يا حفيز دراجي بابابابابابابابابابابابابابابابابابابابابا وقول لما يسون هذا ما حصل مع حفيز دراجي هاي الضربة القاضية لما انت تليفونك بتقول الو اه وبالاخير على فكرة اللي كنت عم بحكي معه انا فكرته سكر لاني كنت حطت تليفون هيك على ادني فكان مفتوح شغلات تانية ففكرته سكر قلت كان معكم حبيز دراجي فرجعت لقيت استاتو ممسكر يعني مسجل لاخر كلمة انا عم بحكيها ادمانو ادمانو مصدوم يعني عارشتون سكر الخط من هون بعث الاتصال هادا هادا التحليل المنطقي لما كون انا ماري مسجل الاتصال ويصير هيك شغبة ولما نزل انا انا بصراحة لك تشوها لك ليش هيك لك كيف نزل لك كيف نزل انا مسجلته حفيز لمين بعدته حفيز لمين بعدته اروع تريف لمكتب القصر الجمهوري ولا لمين قل لي لمين بس قل لي لمين بعدته لمين بعدته ونشر لك يا وسرب لك يا بس هقل لك شغلي بنصدارة يلي نشر رقمي وسبني وشتمني حملت انا مقطعه هارفع عليكم قضيتان اول قضية انك انت نشرت اتصالي نشرت صوتي بدون اذني وهجمت علي الجزائريين نوز النزامك القذر ولا بنصدارة كمان هارفع علي قضية نفس الشي قضيتين عليك وعلى بنصدارة انت اللي عطيتve رقمي لبنصدارة لان متما اقتلكم انا لما اتصل بحفيز دراجي ما عندي انا رقمي ما بيزهر فهو من الطبيعي لما تتصل معه واحدة وبتقول انا من الاصر الجمهوري بعت الاتصال لالاصر الجمهوري او من شي واحد من الاصر الجمهوري سبعوا الاتصال فبعتوا واحد لوحد لوحد فانتشب الاتصال والله من غباءك يشهد الله انك 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 انت اثبتت انك غبيت وجاي عم تبعت ناس ليهددوني انا بس بيحي شغلة انا اهدد بالقتل بشكل جدي بس برجع بقول لكم انا مالي خايفة بس كل شي موجود عندي كل واحد ذكر اسمك يا حفيز دراجي بتهديدي بالقتل وكتب كله بسجل ومحفوظ وحارجيه للبوليس كمان موحارجي ارجيت ولا البوليس حفيز دراجي تعيش وتاكل غيرها يعني وقعت حالك عن جد لما طب ما كان له طعمة لك ليش تبعت الاتصال للأصل الجمهوري ليش تبعت تتقلهم مين هاي راحوا وزعوا لك يا ونشروه وهنا اللي فضحوك لك المشكلة انت عم تدافع عن نظام هو اللي فضحك هو اللي فضحك يعني انت مستحين تكون بعتوا لنظام الجزائري اكيد حتبعتوا لنظام الأسر تقولهم مين هاي مين هاي رقعتلي من الأصل الجمهوري بعدين قالتلي مععب عليك تأيد ديكتاتور اكيد لانو انا وقعت له بالاخير ميسون انت ما عرف مين هاي مين هاي مين هاي اه مراحة بععته لنظام الأسر وزع له سرب له وقال لميسون هذا احلى قول فات فيك كم قول صلى فات فيك من ميسون بيرقدار يلا على كل حال مجرع بقلكون يا احرار العالم لو سمحتوا اذا بتريدوا هذا الفيديو كتير مهم وزعوا لرفقاتكم عن طريق رابط اليوتيوب دعمونا رابط اليوتيوب واهلا وسهلا بالزوار الجدد وليش يعني انا بدي اقول له شغلة ليش عم تزعلوا اذا في عندي زوار يعني او متابعين من مغرب اهلا وسهلا مرحبا بكم شرفتوا واهلا وسهلا وازا في حدا كمان من الجزائرين حابب يتابعني كمان تابعني والله انا قناتي كتير ظريفة تحياتي لكم برجع بقلكون هذا السيناريو اللي حصل وهذا الكواليس تبع اتصالي مع حفيز دراجي رجع بقلك يا حفيز دراجي لماذا فعلت بنفسك هكذا لماذا يا حفيز لماذا ارسلت الاتصال لمخابرات برشار اسد وسربوا لك هذه المكالمة ونشرت نشرت في كل الدنيا الا في قناتي ما نشرت وقلت لكم لو انا اساسا انا نسجرتها كنت انا نشرتها وكنت ربحت من وراها مشاهدات كبيرة كتير وفلوس بس انا ما عندي اياها هذا حفيز دراجي دخل فيه هدفين الهدف الاولاني تبع الاتصال اللي هو نشره والهدف التاني هالفيديو هاد اللي هيكون ان شاء الله قاضي بابا 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 قول اللي ما يصن شكرا لكم يا احرار ما تنسونا من الدعاء والله الحامي وبرجع بقال لكم لحد يقرب صوبي لانه انا لحمي مرة كتير مو انتوا اللحم كون مرة اللي عم تتصلوا معي اوه كنت تفكروا لك عملولي عميلة للمغاربة عملولي عميلة للصهاينة هيعمل صحيحين قديمة طبع النظام هلأ صرت عميلة المغاربية يعني والله عايب عليكم عشان تعايب عليكم برجع بلكن تحية لكل أحرار العالم أحرار العالم اللي أنا دايما أقول تحية لأحرار العالم حقلكم لا تنسونا من الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا طبعا كتير سعيدة أنه هلأ فيديو هذا حيكون كالصاعقة على من وزع أو نشر أو بغبائه سربت اتصال لنظام الأسد والله عن جد أنا عارفة أنه هذا الفيديو يعني حينزل كالصاعقة على حفيز دراجي بس هي الحقيقة حفيز ليش بعدتوا للمخابرات السورية كنت نام على ودنك يعني أنت لو ما طلعتوا من جهازك ما كان حدا دريب قصة ما كان حدا دريب كنت أنا طالعة أحكي فيديو أنا كنت طالعة أحكي فيديو بصوتي أنه أنا هيك 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 صار معي مع حفيز دراجي والله وأنا هيك بعمل وهيك عملت مع جمال ريان جمال ريان اللي عمي يقول لي نسناسي أنا نسناسي لك جمال ريان أنا نسناسي ما عب عليك لك ما عب عليك تقول لي نسناسي أني حاولت أحكي معك ما عب عليك طيب يعطيكم العافية أحرار لا تنسوا شيروا الفيديو هاد ودعمونا القناة ويعطيكم ألف عافية ومرحبا بالزوار الجدد تحياتي حللتم أهلا سلام عليكم